المزيد تنضم إلي مباشرة من قاعدة شرق زميلة نانسي نور موفدة اكستر نيوز إلى هناك أهلا بك نانسي ومزيد من التفاصيل لديك رمحي برحب بيك مشاهدي اكستر نيوز برحب بحضراتكم متواجدين معكم لليوم الخامس على التوالي في قاعدة شرق القاهرة الجوية حيث مكان استقبال المصريين القادمين من السودان الحقيقة بهود جبارة تقوم بدلها الدولة المصرية جهود كبيرة يعني بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعودة المصريين القادمين من السودان هناك عبور يسير بالتوازي إن كان يعني العبور البري أو العبور الجوي نتحدث عن العبور البري في معبر أرقين ومعبر قسطل والعبور الجوي هنا في قاعدة شرق القاهرة الجوية ربما من ورائي مشاهدي اكستر نيوز بدأت بالفعل الطائرة يعني هبطت بالفعل إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وبدأت الأبواب تفتح لاستقبال المصريين العائدين نحن معكم منذ قرابة خمسة أيام في قاعدة شرق القاهرة الجوية استقبلنا عدد كبير من الطائرات ربما عددهم يفوق العشرين طائرة حتى هذه اللحظة تقريبا معظمهم مصريين القادمين عبر العبور الجوي بالتأكيد كان هناك بعض الحالات يعني لرعاية غير مصريين أيضا عن طريق العبور الجوي قدموا بالفعل إلى جمهورية مصر العربية بالتأكيد بعد التنصيق مع دولهم بدأت بالفعل الأبواب تفتح بعد قليل سيكون هناك نزول للمصريين القادمين من السودان وكما جرت العادة هناك ممر يسير فيه المصريين وتوزع عليهم الورود والحلوة يعني هي لفتة للطمأنة طمأنة المصريين القادمين من السودان طمأنة أنكم وصلتم إلى أرض جمهورية مصر العربية أرض السلام أيضا فيما يتعلق بالجهود هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجهود تسير على قدم وساق الكل متكاتف هناك توجيهات أيضا أن الخدمات الطبية تكون متواجدة على كل الطائرات العسكرية التي تذهب لاستقبال المصريين من السودان هناك أيضا دعم نفسي الخدمات الطبية أيضا الخاصة بالسلطات المصرية متواجدة في السودان لرصد الصورة هناك ولتقديم أي متطلبات أو رعاية للمصريين المتواجدين هناك يعني بالفعل بدأ المصريين بالنزول إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية يعني اليوم تعتبر هذه هي الطائرة الأولى لليوم الخامس على التوالي لجلب المصريين القادمين من السودان هربا من هذه الأزمة وهربا من الأوضاع المحتدمة في الداخل السوداني الكل يتحدث أنهم كانوا يعلموا أن المواطن المصري هو على رأس أولويات الدولة المصرية التجهيزات يعني في كل الاتجاهات حتى أيضا يعني العربات المتحركة تسير يعني إلى الطائرة أيضا لتكون في استضافة المصريين الغير قادمين على السير أو المسنين منهم كما نرى مع حضرتكم الآن على شاشة إكسترا نيوز أيضا يعني السيدات أولا بدأوا بالنزول هم والأطفال الأطفال في أيديهم الأعلام المصرية أيضا يعني الكل سعيد بالعودة مرة أخرى إلى أرض الوطن بالأمس كان هناك لقاءات عدة مع المصريين القادمين وعلى مدار الخمس أيام الماضية الكل كان يتحدث أنهم كانوا واثقون أن الدولة المصرية لن تتركهم في هذه المحنة وستعمل على استعادتهم في أقرب فرصة وهذا هو ما حدث بالفعل يعني مصر تعتبر من أولى الدول التي قامت بإجلاء رعاياها إلى الداخل المصري أيضا الأطفال يعني على مدار الأيام الماضية كانوا يهتفوا أو كانوا يهتفوا بأعلى صوت لهم تحيا مصر تحيا مصر تحيا الجيش أو يحيا الجيش المصري يحيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقة أن منذ اندلاع أحداث السودان الجهود المصرية لم تتوقف تسيير على مدار الساعة لتأمين الجالية المصرية وإعادتها من السودان سالمة لأرض الوطن كما نعلم جميعا وكما لاحظنا من أزمات سابقة على مدار الفترات الماضية أن الدولة المصرية تضع أمن أبنائها أولوية قصوى لها لذا كل أجهزة الدولة المعنية تتحرك وهناك تسخير لكافة الإمكانيات لسرعة إجلاء الرعاية المصريين من السودان كما ذكرنا أيضا وكما هو معلوم أن الدولة المصرية سارعت في تشكيل خلية أزمة لتنفيذ ومتبعة خطة إجلاء المصريين من السودان كانت تضم ومزالت كل الوزارات إن كنا نتحدث عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الداخلية والهجرة بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة كان هناك تواصل مستمر مع المصريين هناك من قبل السفارة المصرية في الخرطوم أو القنصليات المصرية في بورت سودان ووادي حلفة كان هناك تنويه للمصريين الراغبين للعودة إلى أرض الوطن بأن هناك أماكن تمركز هناك تطمينات أن مصر لن تتخلى أبدا عن أبنائها وأنها ستعمل على إعادتهم مرة أخرى لأرض الوطن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان وهناك تقارير دورية من خلية الأزمة بعملية إجلاء المصريين من السودان يتبعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة بلحظة وهناك تتبع أيضا لهذه الجهود المتكاملة من أجهزة الدولة المصرية المعنية نظرا لصعوبة عملية إجلاء الرعاية التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين التي تتجاوز عشرة ألاف منها مصر والتي تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء من السودان وخاصة كما تعلموا مشاهدين الكرام في ظل الإنفلات الأمني في بعض المناطق منها وخاصة الخرطوم مما بالطبع بيزيد حجم المخاطر والتحديات في عملية الإجلاء الآمن للرعاية بالتزامن طبعا مع تفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية هناك ما زلنا نتابع مع حضراتكم هذه الأعداد للمصريين القادمة في أول طيارة لهذا اليوم اليوم الخامس على التوالي للعبور الجوي من الخرطوم أو من السودان بشكل عام إلى الداخل المصري الأعداد تتزايد ساعة تلوى الأخرى منذ اليوم الأول يعني الآن ربما العدد يفوق الخمسة آلاف مواطن مصري قدموا بالفعل إلى أرض الوطن سواء كان عن طريق العبور الجوي أو العبور البري هناك رسائل امتنان رسائل تقدير للدولة المصرية من المصريين القادمين هناك رسائل تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه الرسائل نلمسها من الصور التي بين أيديهم والأعلام التي بين أيدي الأطفال وأيضا يعني عن طريق الرسائل التي قدموها لشاشة إكسترا نيوز عن طريق اللقاءات التي أجريناها معهم مازالت يعني الأعداد تزداد للمصريين الذين يهبطون من هذه الطائرة والحقيقة كمان إن يعني فيما يتعلق بالأرقام للرعاية الغير مصريين بنتحدث عن 16 ألف يعني شخص أتى إلى جمهورية مصر العربية من غير المصريين وذلك بالتأكيد بعد التنصيق مع دولهم والتنصيق معهم بعد ذلك يعودوا إلى أوطانهم سالمين آمنين بتأمين من الدولة المصرية مع الجانب السوداني ترجمة نانسي قنقر